وشاهدين التساع صباحا لموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرفت فضل يا ديني شكرا لك جومانا التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي على خصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركزة لاستقرار المنطقة العربية لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان حيث تم بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حواف الزمالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم فضلا عن تطوير منظومة الزراعة التعقدية للمحاصيل جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة منظومة الانتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وكذلك تعظيم الثروة الحيوانية إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربيين يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وقال المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان إنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاورة الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك اللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها ومن المقرر أيضا إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش في الجلسات القادمة للحوار وتحديد الموعد المقررة لها على الرئيس فلودامير زلنيسكي تحقيقها التقدم في الهجوم المضاد الذي بدأ الأسبوع الماضي على قوات روسية وأشهد زلنيسكي بقواته لاستعادتها قريتين في جنوب أوكرانيا وثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضا وقال الرئيس الأوكراني إنه تلقى تقرير جيدة من قادته العسكريين ورئيس المخابرات حول العمليات العسكرية في أنحاء بلاد قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزب بورل إن شتاء صعبا ينتظر الاتحاد الأوروبي وأوضح بورل في اجتماعي وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الليتشيكية براغ إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة للوضع في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مشيرا إلى أن الوضع لا يزال صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا وفي الاتحاد الأوروبي نظرا لتدعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وفقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة في البلاد وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارينا في مؤتمر صحفي في هلسنيكي إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية وسيساعد شركات الطاقة لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل ويأتي ذلك في وقت تواجه في أوروبا ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة لا سيما فيما يتعلق بالطاقة وذلك تزامنا مع تراجع الإمدادات من روسيا وارتفاع أسعارها على المستوى العالمي ويأتي ذلك حول ماذا يتعلقنا جميعا قالت الشرطة الكندية تبحث عن شخصين يعتقدون أنهم قتل عشر أشخاص وأصاب مالي قل عن 15 آخرين طعنان في إقليم ساسكاتشوان غرب كندا وقالت مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية روندا بلاك مور في مؤتمر صحفي إن بعض الضحايا كانوا مستهدفين وبعضهم قد يكون عشوائيا مشيرة إلى أن التحدث عن الدافع وراء الهجمات سيكون صعبا للغاية في هذا التوقيت ومن جانبه وصف الرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حادث الطعن الجماعي بأنه مروع ومفجع نهاية مجازقة التاسعة فاصل ونرد لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر